السلام عليكم ورحمة الله النهاردة كانت رسالة بيقول لنا تم تسجيل خروجك من تطبيق الواتساب وإما تيجي بتربط الواتساب بيقول لك تعزل الربط وكمان إما تيجي تمسح نسخة الواتساب وتثبت النسخة للأكتيفيتر من الأول بتطلب منك تحديث وإما تحمل التحديث بيقول لك الحزمة تتعرض مع التطبيق الحالي النهاردة جبت لكم الحل لكل المشاكل وربط من أول وجديد قبل ما بدأ الشرحة منساش تعمل لايك واشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يلا بنع الشرح كل عليك هتحمل الملف ده سيب لك اللينك بتاعه وأسفل الفيديو لو ما عرفتش تحمله برضو سيب لك فيديو طريقي التحميل من القناة بتاعتي كل عليك هتدوس على الملف بعد ما تحمله وهتدوس على استخراج الكل وهتدوس على استخراج إلى المجلد الأصل هيتطلب منك كلمة السر كلمة السر دي هتطلب لك على 3 مرات مكونة من 6 أرقام أول رقمين في كلمة السر هيكونوا 10 بعد ما كتبنا كلمة السر هندوس على موافق هيتستخرج معنا البرنامجين بتاع الاكتوفياتر وهي نسخة الجولد بعد كده هنخش على ملف التحديس الواتساب الزهبي هيظهر لك الملف الأول اللي هو جي بي اكتوفياتر هتثبت النسخة الأولى هتدوس على النسخة الأولى وهي هتدوس على تثبيت طبعا أنا عندي مثبتها بعد ما نثبت النسخة الأولى هنخش على الواتساب الرسمي هتدوس عليه وهي هتدوس على الثلاث نقطة وهي هتدوس على الجهاز المرتبطة وهي هتدوس على ربط جهاز جديد وهتدوس استخدام بينات الهاتف طبعا أنت عندك لو مش عمل واي فاي مش هجيلك الرسالة ديت أنا هتدوس على استخدام بينات الهاتف هيطلب مني كلمة السر هكتبها زي ما انت شايف فتح لي تصوير QR كود بعد كده هنعمل تقسيم للشاشة زي ما انت شايفين هتحرك استخدام صابعك للفوق كده هتلاقي عمل معاك تقسيم الشاشة هنخش على النسخة الجي بي طبعا أنا مغير شكلها زي ما انت شايف هقول لك الطريقة ازاي تغير شكلها وكل حاجة إما نفتح النسخة بتاعة الواتساب بعد كده هتنزل تحت وهتدوس على الموافقة والمتابعة وهتدوس على ربط جهاز مصاحب هيظهر لك QR كود هتاخد QR كود ده سكرين وهتدوس على ربط جهاز وهتدوس على استخدام بنات الهاتف زي ما انت شايف فتح لي فوق الكاميرا بتاعة QR كود وتحت QR كود هنصاره بتليفون تاني وبعد كده هنجيب التليفون ونعمله اسكان بالواتساب اللي فوق هتلاقيه اشتغل معانا بعد ما اشتغل معانا هاي زالينا الواتساب زي ما انت شايف كده تعالوا نزبط شوية اعدادات فيه كل عليك هتدوس على ثلاث نوات وهتدوس على اعدادات جي بي وهتيجى عند الحماية والخصوصية وهتنزل تحت ولو عايز تخفي الخيار بتاع التحديس هتخفيه هتدوس على اخفاء خيار التحديس وهنفعل استوالي الحالات الجديد بتاع الواتساب هنفعله وننزل تحت لو عايز تفعل الزهار الصحين الزهر فقط بعد الرد عايز تفعله براحتك مش عايز تفعله براحتك برضو هنفعله بعد كده هنخرج ونيجي عند السيمات وهتدوس على تحميل سيمات طبعا انت عندك سيمات كتير عندك 4032 سيم كل عليك لو عايز تغير السيم بتاع الواتساب هتدوس على تثبيت والسيم هيتثبت معاك طبعا مش هتثبت سيمات هخرج من هنا وهي هاجي عند الاعدادات العامة بعد كده هتجي عند الستيل والشكل هنا بيقول لك تغيير نوع الايموج لو عايز تخلي الايموج بتاع الايفون براحتك بعد كده هنزل تحت هتلاقي تغيير ايكون التطبيق هتدوس عليها طبعا ادفلكو علم بتاع النادي الاهلي لو عايز تضيفه براحتك عندك ايكونات كتير اعمل اللي انت عايزه فانا اختار الايكونة بتاع النادي الاهلي لو عايز تغير الخط هتدوس على تغيير الخط وهتختار الخط اللي يعجبك انا اختار الخط بتاع الايفون اللي هو ده وهنغير ايكونة الاشعارات اختار الايكونة اللي تعجبك اختار هذه الايقونة بعد ذلك نخرج خالص ويأتي عند الشاشة الرئيسية ويأتدوس على البر العلوي ونضبط شوية اعدادات هنا هننزل تحت وندوس على وضع اسمي مكان الواتساب اللي كانت ظاهرة قدامك ديت اللي هي جي بي واتساب هيحط اسمك مكانها وهنعطل الحالة اللي هو كلام الحالة بتاعتك اللي هو بيكون تحت الاسم هنعطله بعد ذلك اه في الزهار شريط البحث لو عاستثط ان تضيف ل других انا هلغي وهلغي ايقونة اياضافة حسابات هلغيها وهلغي الايقونة بزر التفاع الوضع الليل عشان نصلاً كده كده عامل وضع الليلي بعد ذلك هنخرج من البر العلوي وهنيجي عند الزر العائم وهتدوس على اخفاء الزر العائم بعد ذلك هنخرج من هنا ويجي عند شاشة المحادسة بعد كده هندوس على الفقاعات والصح ويهندوس على شكل علامة الصح طبعا يا دي دي العلامة انا اخليها القديمة بتاعة الواتساب العادي طبعا في اشكال كتيرة من اللي انت عايزه انا اختار ديت اللي هي العادية بتاعة الواتساب العادي بعد كده هنفعل خيار اخفاء كراءة المزيد مش هيظهر لك كراءة المزيد هيظهر لك الكلام على طول هدفع الخيار ده مهم جدا هنرجع وننزل تحت ويقول لك التأكد قبل ارسال الملسك طبعا مش عايز اعمل تاكيد اخليه بعد على طول هدوس عليه وكده اه زبطنا الاعدادات هننزل تحت على اه اعدادات الوسائط وهتنزل تحت وهتعلم على الخيار ارسال الصورة بوضع عالي وارسال الفيديو بوضع عالي ويهتخرج بس كده صاحبي اه خلصتلكو الشرح بتاع الواتساب والنسخة اشتغلت معنا زي ما انتو شايفين بدون اي مشاكل وكمان اه ربطناه تعالوا نبعد كده رسالة زي ما انت شايف الرسالة بتروح اي بدون اي مشاكل والاسم تحط ويه زبطنا الاعداد بتاعة الواتس وكمان الاستيل بتاع الحلقات الجديدة وهو زي ما انت شايف بس كده يا صاحبي انا خلصت الشرح لو عجبك المحتوى منساش تعمل فلو اشتركوا في القناة